اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسطة والثقيلة والتي هي اسلحة الشعب التي يفترض ان تستخدم اصلا لحمايته وامنه واستقراره والذي اسفر عن ازهاق ارواح ما يزيد عن 22 شهيدا وجرح وسفك لدماء اكثر من 800 جريح ومصاب يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه شباب الثورة قد حذروا مسبقا للجوء الى مثل هذه الاساليب القمعية والوحشية التي لم تستخدمها جحافل الاستعمار او النازية في العالم ناهيك ان تكون هذه الطريقة القمعية نتاج لتصرفات نظام لا يزال يدعي بانه الحاكم الشرعي وانه يتمتع بشرعية دستورية بينما هو في الاصل اصبح فاقدا للشرعية الذي افقده اياها الشعب واصبحت الشرعية ملكا لهذا الشعب ولم يبقى لعلي صالح وبقايا نظامه وعصابته سوى التنكف عن وعوده والتزاماته المتكررة التي اصبحت مفضوحة امام العالم اننا في قيادة انصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية نستنكر وندين مثل هذه الاعتداءات الوحشية وجميع اعمال العنف والقتل ايا كان نوعها واساليبها بد ثورة سلمية وشباب عزل عاهدوا انفسهم ان يبقوا في سلميتهم وان لا ينزلقوا بثورتهم الى اي شكل من اشكال العنف وهو الوضع الذي يدفعنا الى التأكيد على ما يلي اولا ان هذه الاعتداءات تأتي في ظل انعقاد مجلس الامن الدولي وفي ظل جهود الاشقاء والاصدقاء الذين يدفعون في اتجاه الخروج بالبلد سلميا من ازمته من خلال مطالبة الرئيس بالتنحي عن السلطة والتوقيع على المبادرة الخليجية وفقا للالتزامات التي قطعها على نفسه وهو الامر الذي يعني ان التعامل لبقايا النظام مع هذه المسيرة السلمية ليس سوى الالتفاف على الجهود الدولية التي تسير في هذا الاتجاه فضلا عن استهتاره بهذه الجهود الدولية وتمرده عن اي قرارات يمكن ان تصدر عن الشرعية الدولية وبالتالي تعويم البلد في بحر العنف والاقتتال الداخلي ثانيا ان لجوء النظام لتفجير الموقف عسكريا من خلال قصفه العشوائي اليوم تحديدا على مناطق الحصبة ومدينة صوفان وكذلك الفرقة الاولى مدرع وفي بقية المحافظات وساحات الاعتصام عقب هذه المسيرات السلمية انما يريد بذلك تغطية جرائمه الوحشية ضد الثوار السلميين محاولا تشكيلا طباع لدى المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين بان بقايا النظام يواجه حربا حقيقية مسلحة الهدف من ذلك ايهام العالم بان جرائمه الوحشية ضد الشباب السلميين انما كانت ضد هذه الحرب التي يواجهها وقد تناسى النظام وبقاياه انه اصبح معروفا مفضوحا لدى الجميع داخليا وخارجيا وانه نظام مخادع ومتحايل وان لعيبه لم تعد تنطلي على احد ثالثا ان قيام بقايا النظام بتوزيع الاسلحة على البلاطجة والمجاميع القبلية واستخدامهم لقتل الابرياء بهدف التنصل من جرائمه تصرفات مرصودة وموثقة وسيتم التعامل معها باعتبارها جرائم انسانية لا يمكن ان يغفرها التاريخ ولا يمكن لابطال القوات المسلحة والامن البواسل ان يقفوا امامها مكتوفي الايدي وسيأتي اليوم الذي ينتصر فيه الجيش لارادة الشعب كونه ملكا لهذا الشعب ولن يطول الانتظار والصبر كثيرا رابعا ان ما حدث اليوم من قتل الابرياء يحتم على اشقاءنا واصدقاءنا ممن بادروا الى تقديم المبادرات والحلول لانقاذ الشعب اليمني من جرائم بقايا هذا النظام التعيس ان لا يظلوا متفرجين لما يحدث لهذا الشعب من قتل وتدمير في الوقت الذي ما تزال مبادراتهم حاضرة وقائمة والانظار تتطلع اليها ويعلق الشعب اليمني عليها الامال العراض الامر الذي يدفعنا الى مناشرة اشقاءنا واصدقاءنا بانه قد حان الوقت الى وضع نهاية اكيدة لهذه المأساة الذي يمر بها ابناء شعبنا وذلك لانقاذ حياة اليمنيين وانقاذ مبادرتهم من الموت الحقيقي خاصة وبقايا النظام في حقيقة الامر يهدف الى وعد هذه المبادرة وتلك الجهود الحثيثة قبل ان تؤتي ثمارها من خلال الاعتداءات الوحشية المتكررة في قتل شعب ثائر اعزل ونطالبهم برفع الغطاء عن هذا النظام السفاح وايقاف كل اشكال المساعدات والدعم والتسليح وكافة انواع الدعم المادي والمعنوي كما نطالب مجلس الامن الدولي الى سرعة ممارسة دوره في حماية الشعب اليمني وانقاذه باعتبار ذلك من صميم مهام المجلس اننا في قيادة انصار الثورة الشبابية السلمية نناشد ابناءنا واخواننا وزملاءنا ورفاق دربنا وسلاحنا من احرار الحرس الجمهوري واحرار الامن المركزي واحرار القوات الخاصة ان يهبوا لنصرة شعبهم والانتصار لمطالبه وان لا يضلوا في موقف المتفرج وان يستشعروا انهم في لحظة تاريخية حاسمة لا يمكن لهم الا ان يكونوا في صف شعبهم في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة وان لا يتوانوا عن واجبهم في حماية ابناء شعبهم وحتى لا يضعوا انفسهم على هامش التاريخ لان التاريخ لا يرحم كما اننا نجدد مناشدتنا لكل احرار اليمن وحرائره واحرار المؤتمر الشعبي العام مجددين بذلك مناشدتنا لأحرار العالم وحرائره الانتصار لمطالب شعبنا السلمية والوقوف معها انطلاقا من مبدأ الاخوة الانسانية والشرائع السماوية والقوانين الدولية مطالبين بالتدخل السريع للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لايقاف مذابح بقايا هذا النظام القاتل المغتصد واخراج القوات المسلحة من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والامن المركزي وحتى الفرقة الاولى مدرع الى خارج العاصمة والمدن الرئيسية بمئتين متر واخراج المجاميع القبلية المسلحة التي تستقوي بها هذه العصابة المغتصبة للسلطة على ابناء شعبنا اليمني وذلك حفاظا لارواح ودماء ابناء الشعب ختاما اننا في قيادة انصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية والجيش اليمنى الحر المؤيد للثورة نؤكد لشباب الثورة ولابناء شعبنا اليمني العظيم ولاحرار العالم باننا اصبحنا وياهم على موعد مع التاريخ واننا لم نخلفه ابدا زمانا ومكانا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الرحمة والغفران من الله لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل للمصابين والجرحى النصر للثورة ولارادة الشعب والله معنا ونعم المولى ونعم النصير ولا نامت اعين الجبناء صادر عن قيادة انصار الثورة الشبابية الشعبية السلمية والجيش اليمني الحر المؤيد للثورة السبت خمستاشر عشرة الفين احد عشر والله الموفق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة